وين ما كنتوا عم بتتابعونا ومكفيين برنامج صباح اليوم وبي بيت بيوت دايما المواضيع منوعة وقد ما نحكي عن عالم التصميم الداخلي بيضال في عنا كتير اشياء نحكي فيها وكتير اشياء نضوي عليها اليوم رح نجمع نحن وياكم وطبعا المهندس زاهر عبدالله رح يخبرنا اكتر كيف نقدر نجمع ما بين النمط أو الكنسبت اللي بدنا نختاره وبزيط الوقت فيه شيء اسمه مفهوم التصميم اول شيء ما بعرف كيف جمعناه هون تنينيتهم مع بعضهم صباح الخير وأهلا فيك يعني اليوم لما نقول انه فيه كونسبت معين بدنا نعمله وفيه مفهوم لتصميم هيدا الكنسبت تماما هيك عم بتقول حسب شو هيدا كله اصلا هي النمطية وبداية النمطية بالهندسة الداخلية هي نمط يعني بداية القرون القديمة بالهندسة الداخلية كان في عنا النمطية والتأثيرية والانتباعية والطنقيتية وكان في عنا هالمدارسة الفنية العظيمة اللي هي نشأت من خلالها الهندسة الداخلية قبل كان عنا مثل ما حكينا بالطلعات الماضية كان عنا التجميل الداخلي الهندسة الداخلية نشأت بعدين وصارت المواد تلحق الكنسبت اذا بدك تلحق النمطية تلحق هوية المشروع اذا بدك حتى نوحد موضوعنا ونكون عم نحكي بشكل واضح هي هوية المشروع هوية المشروع خاصة بشخصية الزبون خاصة باللوكيشن اللي عم نشتغل فيها اذا كنا عم نحكي على البحر اذا كان عنا شالية على البحر اذا كان عنا شالية بالجبل اذا كان عنا فيلا موجودة على الأوتوستراد اذا موجودة بالجبل بشي محل هذه هوية المشروع والكنسبت طبع المشروع هذه منطرحها على الكلاينت بكذا مود وبكذا تصميم شو علقتهم مع بعضهم؟ مفهوم التصميم بيجسد الكنسبت التصميم بيجسدنا وبيبيننا اكتر على اي نمات عم نشتغل على اي هوية عم نشتغل بس خلينا نشيل من أموس حواراتنا بالهندسة الداخلية شيء اسمه style ما في style بالهندسة الداخلية في style بالتجميل الداخلي اللي هو بالفتاي في style بالدكوراسيون في style بالفاز في style بشكل الكاربت على الأرض السجدة في style يمكن تكون أوفال يمكن بيضة يمكن ركتانجولر ولكن الهندسة الداخلية منا style الهندسة الداخلية هي أصص مشينا عليها لتعطينا زونينغ لتعطينا space وارتفاعات وفتحات بواب وشبابيك لا عم ببتسم لأنه لما عم تحكي عن الهندسة الداخلية منا style على وقت مثلا بكون قاعدة وبتخيل كل ستبات يعني بكون مثلا مطلعات مع جفد الشباك بجعب تذكر أنه هاي الشباك هو مثل كل شباك البنائية كلها ما فيه غيره طبعا هي شبابيك كلها كتبك البرافو النقطة اللي عم تذكرها كتير مهمة الشبابيك الأبواب المطابخ توزيع المطبخ الوريانتيشن بالمطبخ اللي هي التريانجل ما بين البراد والكوكتوب والمجلق هولي منزلين ما فينا يكونوا كليتهم على لاين واحد لأنه في style معين بدنا نلحقه ما فيه شيء اسمه style ما فيه شيء اسمه دارج بالهندسة الداخلية ما فيه شيء اسمه ألوان عايشي معنا فيه light page يكون هاي السنة كتير حلو وكتير ناجح لأنه بريحنا منرجع منقول النماطية واللايف ستايل طبعا لكلاينت ما فيه نقوله دارج الجري بنا نحط لك الجري طبعا أنا ما بحب الجري بس دارج أنا شخصيتي ما خاصة بالجري ما خاصة بالأبيض ما خاصة بالأسود ما منقدر نسوق البروجيكت على شيء لحتى نعمل سيجنيتشر اللي نحن لأ هو life style هي سيجنيتشر للكلاينت هو لما نوى أنه يعمل بيته نوى يعمل بيت لحتى يسكنوا يستعملوا لأنه المراد من الزونينج ومن الزاوية أنه نستعملها ما تبقى ديكور ما تبقى غير قابل الاستعمال يمكن للصوفا ما تكون مريحة يمكن الأسكف تكون عالية يمكن جيب سيستم HVAC CAC central كتير متطور ولكن الأسكف واطية ما تزبط عنها كمان التكنولوجي ازيتنا بكذا محل أنه بدنا نلحق المرر تيفي بدنا نعمل مرر تيفي بس ما بتزبط بدنا نحط ميررز بقوة الأولاد نحن مثلا ضد نحط ميررز بقوة الأولاد لأنه بفي الولد اللي هو تحت 6 سنين أو 7 سنين بالليل إذا شايف حاله بالمريحة بينقذ الصبح لما يكون عميه عميه لازم يشوف هيدا الأفاسو في كتير أشياء تدرس وتدرس بالهندسة الداخلية خاصة بالمساحة ندرس مساحة منخلص المساحة منخلص الجدران والأبواب والأسكف والارتفاعات ومنحكي عن كل هيدا الأسس اللي هي بازيك اللي هي أساسية ما منقدر نغير كل يوم الكوسان والبرجار والأرمتشار والطاولة منقدر نغيرهم كل 6 شهور 7 شهور بوقفات دورية بالمشاريع ولكن المهم جدا هو البركتشينيج والنمطية والكونسب مش ستايل لما عم بتقول عن الهوية حاباتي كثير هذه الكلمة اليوم كمان لما بتكون زاهرة ما بتطلع على بيت خليني يقول بالجبل تطلع على المحيط حواله هيدا البيت يعني إذا هو موجود ضمن بيئة معينة ضمن زونينج معين إذا كنت عم تعمل البرجولا برا أو ما بعرف يعني خاصة من الخارج هل بتطلع حول هيدا البيت لتقدروا كمان تنشف المراج طبع البيت ومحيط البيت والسرعودين طبع البيت شي كتير مهم نحنا بندرس وجهات الشرقية والغربية ومطلع الشمس ومغيب الشمس والهوى عن البرجولا ما بتقدر تجي بالمناطق الجبلية تحطي له برغولا حتى لو بالصف لأنه منعرف بالمناطق الجبلية بالصف فيه هوا فيه عواصف فيه مش عواصف فيه هوا بيتغير تقس من بعد الظهر ما نقدر نحط البرغولا على بوز الوادي متل ما بيقوله أو بمهب الهوى ما بنقدر بنا نعمل دراسة لكل الاليفيشن لكل الوجهات الخارجية نعرف وين عم توصل سيارتنا وين عم نصف وين الجزون وين البرغولا ما بنقدر نعمل الجزون وندعس السيارة عليها ما بنقدر نعمل ستامت كونكريت بالباك الاليفيشن دراسة المساحة بعضنا سؤالي كمان بينطور تحت مظلة دراسة المساحة دراسة المساحة توزيع صفة السيارة البول اللي موجود برا البرغولا هالوريينتيشن طبعا العالم كيف عم تبرم حوالي المشروع لأنه دغير الكلاينت بيقولك أنا المشروع عندي فيه عنده واجهتين أنا المشروع عندي فيه عنده أربع واجهات أنا المشروع عندي بس مواجه بواجهة وحدة عندي ردم وراي هاي دي الأشياء كرمال هيك منلاقي ببنيات في عنا طبق أرضي وصفلة بمحل أرضي ومحل صفلة أنه بيكون فيه ردم هاي دي دراسة مساحات هاي دي دراسة واجهات منلاقي بكتير أبني عم تطلع جديد بداية بيكون ديبو بيكون مواقف سيارات فجأة بيتحول لطبق أرضي بينباع هاي دي دراسة مساحة هاي دا انشئت بالتنظيم المدني بنقابة المهنسين واتطورت لحتى تروح على الانتير أركتكتشر لحتى نقول أنه نحن اليوم الأبواب كتير درجة أنه نشيل العرقات تكون الأبواب عالي هاي دي دراسة مساحة هاي دي دراسة أسقف مساحة هي لونجر لارجر وهايت ارتفاعات هاي دي دراسة مساحات الوجهات الخارجية طبع الشبابيك أوقات منقول أنه بدنا نشيل الوجهة نطلع على البالكون أو لأ منخليها مسكرة هاي دي دراسة مساحة هاي دي ملنا كونسبت لأنه هاي دي بيزبط مع الكونسبت الكلاسيك والمودرد والفيزيونير والنيو كلاسيك الكونسبت بيجي بالآخر ولكن تدرس المساحة على أساس أنه نحن عم نشتغل نيو كلاسيك أو أوبن سبيس أو بيجي بيقولولك أنه بدنا مطبخ أمريكين سيستم مرخمة كلاياتا الكابينتس اللي بالمطبخ هن ثري تايبس أوف كابينتس فوق الباك سبلاش يعني شو الأمر كاني بالموضوع لأ هي دراسة المساحة هاي دي المصطلحات أزيت كتير الهندسة الداخلية بدنا أوبن سبيس تعافي شو الأوبن سبيس الأوبن سبيس هي دراسة تدفئة دراسة تبريد إذا شوفه عم بيبرد عم تفتحي مطبخك على السالون بدك تعملي قلية شفت معينة بالعودة لدراسة المساحة لما ننجح بالخرايط بننجح بالديزاين بعدين اللي عم بتقوله زاهر يعني بخليني اسأل أنه اليوم لما بتحكي هالقد عن دراسة المساحة أكيد في خرايط وأكيد في ورقة وقلم عم تمشوا عليها ولكن على الأرض كم مرة بتضطروا تزوروا هيدا المكان قبل ما تبلشوا الوجه بيكون عندنا أول شي خرايط أزبلت للمشاريع القديمة بنعمل ديمانسيوم بنعمل رلوفي بنشيل العواميد وين موجود عواميد وين موجود عنا رفلكتد بيمز بالأسكف وين في عنا شثورة مقلوبة يعني الوجهات قدي ارتفاعاتها لأنه الكلائت بيكون ناوي أنه كسر كل شيء أو هيدا الحي تشيله لا انتبه يكون عنده الحلم اللي بدنا نحققه الكلائت بس يون ما يعرف قديم به هالحلم بيتحقق على أرض الوي التوقعات كتير عالية نعمل الأول زيارة والتاني والتالتي بندرس الأرض بندرس البايبس السنجرية إذا ماشيين بالأرض أو بالجدران ندرس تمديدات الكهرباء اليوم عم نحكي شوية كورتي خاصة أكتر بالرينوفيشن غير عن إنشاء منزل جديد إنشاء منزل جديد هيدا القصص بتكون أهيان أسهل لأنه منروح على الخرايط بنشتغل خريطة مئة بالمئة بعدين عمبلشين فروم زيرو عمبلشين مقلعين سوا مع المشروع عمبلشين فروم سكرات شفنا شقفة الأرض عم نشتغل على أكسز معينين اللي هي بتقولي بالأي وان عندي قوضة نوم بالبي سيكس عندي لوبي بالسي ناين عندي إذا بدي كاف صارت تحت صوت بتصير هيني النومينيشن وبتصير هيني الهيني الشغل ولكن بالمشاريع المنشأة البنايات المنشأة أو الفيلا المنشأة لا يجب دراسة كل شيء والجدران وما بنقدر نعمل كافرينج إذا عنا نش بالحيطان لازم نعالج النش لازم نعالج فوت الشمس على المشروع لازم نشوف شو فيه أخطاء كان عم بيعاني منها الكلاينت بدنا نسمعه سو هون عندك شخصين تسمعي لهم عندك تقدي مع الكلاينت تسمعي هيدا السبيس شو إزيته هو قاعد فيها والسبيس السبيس كمان لما تروحي بتقلك أنه أنا في نش هون هون الألوميليوم منه زابط هون البلاطن بقبئ هون الحمامات كانت ما فيها تهوئة هون سو هيدا إذا صبناهم الأربع خمس أشياء بدراسة المساحة منروح على البارت التاني إذا بدك له هو النماطية التأثيرية الانتباعية المودرن فيزيونير الباروك الكلاسيك هون فينا نخلط إشياء مع بعضها أكيد منقدر نروح بترية كلاسيكية مع داينينك كتير حلوي مودرن طب طبعة ترافيرتينو منقدر نروح بكراسي زينستاي يعني أصدر الجنون مسموح منقدر خلاص صار عندك مساحة مدروسة صار عندك داينينك كبيرة ما بتنقز هيدا أصدر ما بتنقز نحدد إنه بدنا 12 شخص على الداينينك ندرس المساحة بالقبل إنه بدنا منضهر الكرسي للدراسوار أو للبوفي منيوم 70 أو 80 سنتي حتى إذا حدا عم يستعمل للدار فيما يدق بالكرسي هيدا السيركولاسيون دراستية سوف تروحي على الكونسيك اللي بدك إيه بترتاح بتشتغلي مودرن بتشتغلي كلاسيك بتجيب كراسي عاليين برجار اليوم كتير درج بالداينينك العراس الطاولة يكونوا غير ستايل آه حلو أي شفت المصدر هلستعملني غير ستايل لأنه الكرسي فيك تقولي عنه ستايل البيت ما فيك تقولي عنه ستايل بتقولي عنه نمط بتقولي عنه كونسب بتقولي عنه هوية بيرجع للكرن الخمسين بيرجع للكرن العشرين بيرجع لهايد الكورون كرمال هيك شانال كتير أبدعت بالهندسة الداخلية لأنه كان عندها ألوان محددة وأشكال هندسية محددة هلأ صار فيه ستايل بتفوتي على بيت بتلاقيه بلاك اند وايت مع الفريمينج اللي على الحيطان بتقولي هيدا ستيل شانال ستيل شانال ستغل ستايل طبعا الأزياء على الهندسة الداخلية أو على التجميل الداخلي بهيد الكورون لأنه تجميل داخلي كنا بدي أسألك أنه اليوم لما بتقول أنه نمط هيدا البيت صار هيك هل النمط فينا نغيره يعني النمط مع السنين إذا دزروا أصحاب البيت إذا زهقوا غير الستايل عم بحكي هل النمط بيتغير؟ طبعا أكيد لأنه عملتي دراسة مسيحة خلصتها سفيك تحطي فيها النمط الكلاسيكي والنمط المحدث والنيو كلاسيك والمينمل صار فيه عندك دراسة مسيحة كتير قوي صار عندك أسكف مدوسة عندك تهوئة عم بتفوت على كل المنزل بتقدري هون تحطي فطاي أو تحطي برجار أو تحطي كونسول صار توزيع الفرش وإعادة توزيع الفرش لأنه بالهندسة الداخلية وبالتجميل الداخلي فيه توزيع الفرش وإعادة توزيع الفرش إعادة توزيع الفرش هي الفكرة الثانية اللي نحن منسلم المنزل ومنفل ومنغيب ومنحكي لكلاينت بعد فترة منقول أنه هذه الدينيك تبقى حد المطبخ بس منقدر نبرمها بس منقدر نشتغل عليها بهذه الطريقة إعادة التنظيم والسناكليست اللي بعدين بيعملها المكتب لو ينزل يشوف شو دفوياتنا بالمشروع بيطلع معنا كتير أشياء لأنه برجع بقلك المساحة بتنطق بتحكي بتقلك أنه أنا بدي هون بينباغ أنا بالليفينج بعد بساعة أكتر كوان كبيرة هوني لازم نحط كوسان هون لازم هذه النمطية نقدر نغيرها ساعة اللي بدنا نقدر نطالها ساعة اللي بدنا القصص البازيك بتبقى موجودة لـ مئة بالمئة في قصص زاهر بتنطر بأي معنى يعني اليوم لما تعمل دراسة المساحة لما يخلص البيت هل بتفضل أنه تنطروا شوي تترجعوا تفوتوا بالتجميل الداخلي يعني لا تشبع العين من المنظر لتقدروا أكتر يعني الكلاينت وإنتوا تحددوا شو الأجمل تينحط ليعت ستيل بداية بينعمل بينعمل الكونسبت بينعمل النمط بينعمل الهوية بالثري دي بالأنيميشن بدراسة المشروع بعدين أصلا لحالة نحن عم ننطر يعني منا مخيرين بهذا الموضوع أورادي نطرين لأنه أورادي الورشة ماشية بعده عم يخلص الدهان والطابليت والكهرباء والماء هيدة الوقفات اليومية مع الكلاينت بالورشة أو الأسبوعية بالورشة أو الاجتماعات الدورية إذا بدك لأنه معظم الكلاينت صار موجودين برات لبنان حمد لله بيخلينا كل يوم نخلق هوية جديدة وكل يوم نخلق زون جديد وكل يوم نقول أنه هيدة الحيط كنا زغرني أكتر كنا كبرني أكتر ما نلتزم كتير بفايل ديزاين لأنه فايل ديزاين هو عبارة عن 3D artist أو interior architect قاعد يشتغل فايل ديزاين بالمكتب ما شاف الأسكف ما شاف الزاوية ما شاف ما عم سخف فايل ديزاين كتير مهم يعطينا هوية ولكن ما نلتزم فيه كتير فينا نشط عنه بكتير محلات نترك الاركتكت يقلنا شو بده يعمل بالسبيس خليهو يقلنا خليهو يبدع فيها أكيد ما نحدد له نقول له بدك تعمل هون هيك 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 ليه جايب الاركتكت فيك أنت بتعملون تعيط لمعلمين وتعملون صغالهوية اللي بتنحط فينا نشز عنها شوي فينا نروح على أشياء درجة أو فجأة درجة أو فجأة نزلت بالسوق ونعملها هيك إن كله بقلب المشروع اللي حتى نصيب كل الأهداف طبعا المشروع بس أكيد بموافقة الكلاينت شكراً كتير لألك زاهر عبدالله شكراً على كل المعلومات يلي أنا بلاقي كل يعني أسبوع أسبوع بده بعد أكتر يجب أن ندوي على هذه الأشياء للكلاينت للعالم اللي عم تشتغل بيوتها لأنه لناخد قرار نعمل بيتنا رح ناخد كتير وقت سو خليه يكون كل شي على الأصول شكراً كتير لألك أهلاً وسهلاً فيك